سنبقى الآن مشاهدين الكرام مع محافظة رياض الخبرة نسافر في جمالها وإبداعها من خلال عدة فقرات خاصة ونستمتع أيضا بمشاركتها في هذه الحلقة نشاهد هذا التقرير عن هذه المحافظة محافظة رياض الخبرة تعتبر محافظة رياض الخبرة إحدى محافظات الجذب والنمو المستمر للهجر والقرى الواقعة على طريق المدينة المنورة غرب منطقة القصيم وهي امتداد لبلدة الخبرة القديمة التي ذكر المؤرخون أن عمارتها بدأت منذ عام 1140 للهجرة وتقع رياض الخبرة الوادعة على الضفاف الشمالي من وادي الرمة ويمر من شمالها طريق القصيم المدينة المنورة السريع ما أسهم في زيادة أهميتها بالإضافة إلى خصوبة أرضها ووفرة المياه وعذوبتها حيث حفرت الآبار وانتشرت المزارع واشتهرت بذلك فكان من رجالها من عمل بالزراعة ومنهم بالتجارة الذين كان أجدادهم ممن التحقوا بقوافل العقيلات نواة لهم ولم تكتف الخبرة ورياضها بذلك بل خرج من رحمها العلماء وطلبة العلم ورجال الدولة الذين تسنموا مناصب عليا في الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين وتسعى رياض الخبرة لحفظ ثراثها حيث قامت بالعناية ببلدة الخبرة التراثية التي تشرف عليها هيئة السياحة والآثار وأعادت إحياءها من جديد على طرازها المعماري القديم كما سمحت للمهتمين بإنشاء متاحفهم الخاصة كما هو متحف العبري التراثي الذي بات محط أنظار زوار المحافظة في البداية أشكر قناة الساحة لتحت الفرصة لتكلم عن مدينة المحبوبة رياض الخبرة وليتقع في منطقة القصيم رياض الخبرة نشأتها لأكثر من 250 أو حوى 300 عام رياض الخبرة تعتبر جزءاً الأساسي الخبرة وخرجتها لرياض الخبرة كمزارع وكثرة السكان فيها وفنشأت فكانت بالأساسي أمارة الخبرة وبعدين وصلت أمارة رياض الخبرة وأمارة الخبرة في تغيير المحافظات التعداد السكانها يتجاوز 35 ألف نسمة الإتباع لها كان بالساق 14 مركز الآن أربع مراكز في ظل وجود الآن محافظة عقد السقور التي وحدثت أخيراً أول مدرسة ابتدائية إنشأت في رياض الخبرة عام 1368 وإنشأت المتوسطة عام 1382 مدرسة البنات أول مدرسة البنات إنشأت عام 1386 رياض الخبرة تقع في الجهة الغربية من منطقة القصيم ويتوسطها الطريق السريع الذي يمتد من الرياض مروراً بالقصيم إلى المدينة إلى ينبع إلى البحر وهي المدينة الوحيدة التي يتوسطها الطريق السريع من حيث ما تمشي من الرياض حتى تصل المدينة رياض الخبرة تشتهر والله الحمد في السابق كانت مشهورة في زراعة القمح وزراعة القمح مشهورة على مستوى يمكن المملكة العربية السعودية والآن تشتهر في النخيل وهذا كل ذا والله الحمد يأتي في ظل تشجيع حكومتنا الرشيدة في ظل وجود مولانا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وبتوجيهات من سمو أمير المنطقة حفظه الله وسمو نائب الأمير وكلهم يسعون يبدرون كل ما توسعهم لتطوير هذه المنطقة أطال الله في عمره